غادر ظهر اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس دبيتنو العاصمة انجمينة متوجها إلى القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية بدعوة من نظيره المصري عبد الفتح السيسي في زيارة عمل وصداق وإشمل جدول رئيس الجمهورية خلال إقامته بالأراضي المصرية العديد من الأنشطة منها لقاء نظيره عبد الفتح السيسي وكذا لقاء موسع يضم الوفدين بالإضافة إلى مناقشة الجهود المتواصلة التي تهدف إلى عودة السلام في السودان شهر بن دمت أكثر من عام وكان في وداع رئيس الجمهورية بطنر حسينة جاموز الدولي رئيس الوزراء ألامي هالينا ألامي هالينا والقائد العام للقوات المسلحة الجهدية وبعض من عضاء الحكومة والقائد العام الخاص النائب برئاسة الجمهورية والأمين العام النائب برئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني وعمدة بلدية انجمينة إضافة إلى المستشار